السلام عليكم ورحمة الله كديرين أخواتي كديرين مع السحارة بس عليكم أتمنى لقاكم هذا الفيديو انتم بألف صحة وسلامة إن شاء الله مع هذا البرد هذا سنعطيكم أفكار بسيطة ستنفعكم في إزالة الروائح ورطوبة من أي حاجة عندكم في الضر ستنفعكم بزاف الفصل الشتاء ستنفعكم بزاف لفصل الشتاء سنضعوا على بركتي الله للفكرة الأولى اللي ستكون فكرة بسيطة وسهلة و ستعجبكم إن شاء الله الفكرة الأولى هي فكرة زوينة بزاف بالنسبة للملح الطعام هذا اللي كنستعمله غالبا من بعد واحد الأسبوع كنلقوا هاد الملح هادي يعني رطابط ونتيجة البخار اللي كيكون في الكوزينة يعني في الطياب والنتيجة ديال الرطوبة يعني خصصا في فصل الشتاء عندي لكم واحد الفكرة زوينة بزاف يعني كتاخدوا هاد البواطة هذي اللي كنستعملوها دائما الملحة يعني اللي عندكم كتستعملوها الملح و كنوضعو فيها الملح عادي من بعد كننزيدو له كنزيدو له واحد الحبات من الروز اها الروز البنات يعني اي روز كان عندكم الروز كيمنع الرطوبة باش كتتوصل هاد الملحة هادي هاد الروز هادا كيمتصدك الرطوبة اللي كتكون في الملحة و بالتالي ما كتبقاش رطوبة يعني و كتحافظ على كتبق متماسكة يعني فاشكنجي و مثلا استعملوها ما كترتب لينا ما كترتبش لينا عفوا بهذا الروز هادا و الروز يعني استعملو اي روز عندكم هاكدا حاولوا انكم استعملو هاد البواطة هادو اللي كيكون فيه و هاد العوينة هادو باش كتبطوا الملحة بكل سهولة هادو هادي الفكرة الاولى اتمنى تكون عجباتكم وبالنسبة الفكرة الثانية وهي فكرة عملية جدا بالنسبة للرطوبة والغمولة صراحة غادي تنفعكم بزاف وهي بواحد مكون يعني موجود في كل بيت و رائع جدا كي حيد الرطوبة والغمولية وهو الفاخرة لبنات نعم الفاخر زوين بزاف يعني انا درت لكم هنا واحد القطعة كبيرة تقطعوا طريفات صغر وتوضعوهم هكا في المكان اللي عندكم فيه الرطوبة مثلا في البلاكار او الكوزينة او اي مكان كان عندكم فيه رائحة ديال الرطوبة و ديال الغمولية وهو هاد الفاخر يعني الفحم كيمتصدك الرطوبة وبالتالي تخلصوا من رائحة الغمولية و كذلك الرطوبة بالنسبة الفكرة الثالثة وهي فكرة ديال القهوة القهوة البنات يعني هي اللي ما كتعرفوهاش وهي انها مزيل قوي للروائح سواء الروائح ديال الطبخ او اي رائحة كاريهة كانت عندك في الدار خصوصا يعني كما قلت لكم في فصل الشيتاء كتكون شوية البيت كيكون مغموق ما كان حلوش سراجم يعني كتاخدوا هاد القهوة هادي كتتتحنوها وكتتوضعوها هكذا في واحد البواطات هكذا ولا في اكياس ديال هادول اللي كانستعملوهم اللي كانشري فيهم الخضراء او اي حاجة المهم كتتوضعوها هكذا وكتتحطوها داخل تلاجة او لا داخل البلاكار او لا تقدروا تتوضعوها تحت البوطاجي اي في اي مكان عندكم راكا تمتص تهي الرائحة وخاصة الى قليتو مثلا الحوت او لا اي حاجة كانت عندها رائحة قاوية طيب القهوة عادي طيبوها خمسة دقائق وغا تحصلو على واحد دار برائحة زوينة ما غاديش تبقى لكم فكرة الرابعة اخواتي وهي فكرة زوينة بزاف بالنسبة لنا دائما نريد ان البيت يكون معطر ودائما تكون رائحة ذكية اللي يدخل عنا ما يشمشرة وإحكارها بهالطريقة هادي البنات تحصلو على واحد البيت يكون منتعش طوال اليوم بهالطريقة هادي كتاخد غيق طينا وكتاخدو العاطر او لا تقدروا معطر او اي حاجة بغيتوها ازهر وتوضعوه في الاماكن المسجل ديالكم حطوها في البلاكار ووضعوها في غرفة النوم ووضعوها كدلك في الحمام في اي بلاسة غادي تعطر ليكم وبالنسبة الفكرة خامتة اخواتي وهي فكرة رائعة جدا بالنسبة لصبيبط ديالنا او لصبيبط ديال ولداتنا او لبانتوفات بحال هكدا يعني فوقت البرد كتحسو فيهم انهم فيهم واحد الرطوبة ذيك الرطوبة كتعطي واحد رائحة كاريها مع الوقت بالنسبة لهاد الرايحة كاريها كنصحكم باش تستعملوا هاد البودرة ديال اطفال او لبوربو كل شي كيعرفو هادي مزوينة بزاف يعني كتمتص ذاك الرطوبة وكتحيي ذاك الرائحة الكاريها اللي كتكون في صبابط وبالتالي فاش كتتتلبسوا صبات او لبانتوفا ديالكم ما كتحسوش بدك للرطوبة وبالتالي تتقاشر ديالكم ما كيتلقوش فيهم واحدة رائحة كاريها بالنسبة اللي عندو الحساسية يقدر استعمل البودرة الخاصة بالحساسية يعني اللي كتكون كتبع فلافارماسي بيدو الرائحة وبالنسبة الفكرة الاخيرة اخواتي اللي هي فكرتها هي زوينة بزاف بالنسبة لهاد الصابونة كناخدو الصابونة ديال الريحة وكنننبشروها بحال هكدا صافيفاش كننحكوها بحال هكدا كنوضعوها هكا كميمسات او هكدا بحال اكياس الصغيرة تكون هكا في هاد الاكياس اللي كتكون متقبة وكننحطوها في البلاكار ديالنا مع الملابس ديالنا مع الملابس ديال ولدتنا ملابس داخلية ديالنا الفيطات كتعطي واحدة الرائحة زوينة بزاف كتبقى رائحة عطيرة ومنعشة طوال اليوم كتمنى هاد الافكار تكون عجباتكم وصحة والرحة الى فيديو اخر ان شاء الله متنساوش تخلي ولينا لايك واشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة